لا تقتصر أبعاد الأزمة اليمنية في كونها صراع دولة مع جماعة قوضت أساس الانتقال السياسي وحسب فما تقوم به إيران من دعم متواصل لتحالف الإنقلاب في طريق تعزيز نفوذها يأتي في صميم القضاء الكامل على وجود الدولة اليمنية ومؤسساتها هذا ما تؤكده الحكومة كل يوم بعد الإنقلاب إذ لا تتوقف الرغبة الإيرانية عند طموحات سياسية واقتصادية فقط بل تحولت إلى أطماع تتعدى تلك الطموحات بكثير لتدخل في سياق توسيع مشروعها وتصاعد إمكانية خوض حروبها بالوكالة لم يعد الموضوع هامشيا فقد تعدى ذلك إلى المجاهرة على أعلى المستويات الرسمية الرئيس هادي مجددا أكد أن المشروع إيران لا مكان له بين اليمنيين وأن نضال اليمنيين خلال العامين الماضيين مثل انتكاسة كبيرة لذلك المشروع الذي يستهدف المنطقة بأسرها فيما أكد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة خالد اليماني أنه تم تقديم أدلة ووثائق لمجلس الأمن على انتهاكات إيران من خلال رصد عدة سفن تحمل أعلامها وتقوم بتزويد الميليشيا بالأسلحة والذخائر تسعى إيران إذن إلى فرض نفوذها وهيمنتها على المحيط الجغرافي الذي تمتلك فيه وكلاء يقاتلون بالنيابة عنها وكلما زادت الرقبة التوسعية قلت إمكانية النجاح من الحرب التي فرغت على اليمنين ترجمة نانسي قنقر